السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين وكرام في كل مكان في هذه الحلقة هناك بعض الإخوان توصلوا معي في الأيام الثلاثة الماضية بخصوص موقع أو هناك إعلان على بعض صفحات الفيسبوك لخبر يقول أن موقع البيت الأبيض موقع البيت الأبيض نشر خبرا بخصوص يعني الفائزون في القرعة الأمريكية الذين حصلوا على تأشيرة ولم يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة الأمريكية أو شيئا من هذا القبيل يعني الفائزين في القرعة الأمريكية لسنة 2021 فهناك بعض الناس الذين تواصلوا معي وأخبروني أو سألوني هل صحيح أن البيت الأبيض قام بنشر هذا المنشور سوف يظهر لكم الآن على الشاشة على صفحته على الانترنت دخلت اليوم بحثت في الموقع يعني في الموقع البيت الأبيض موقع البيت الأبيض whitehouse.gov أوكي فوجدت أن الخبر لا أسس له من الصحة على الموقع الرسمي للبيت الأبيض أوكي لكن عندما لاحظت يعني المنشور الذي أرسل إلي كان هناك يعني موقع في الهيد أو في أعلى الصفحة باللون الأخضر أعتقد أو الأزرق بالإضافة إلى قبة البيت الأبيض شيئا من هذا القبيل والموقع مكتوب عليه we the people بمعنى أنها هي أول بند في الكونستوشن في اليوئيس كونستوشن وهي نحن الشعب مثلا فلما دخلت تأكد أن هذا الموقع موجود صراحة هذا الموقع ظهر سنة 2011 الهدف منه هو أنه هناك أناس في العالم أو في أمريكا يدخلون على الموقع ويقومون بعمل create claim or complaint يعني أنك تعمل حساب وبعد ذلك تقوم بنشر طلب أو شكاية والمطلوب من كل من يهتم كالآن كمثال الفائزن في القرآن أمريكا سنة 2020 أن يدخلوا على هذا الموقع مثلا أو أنه سوف تتوصل بلينك رابط وتضغط على هذا الرابط وعليك كتابة مثلا اسمك أو شيئا من ذلك قبل لأنه الهدف منه هو جمع أكبر عدد من التوقيعات لأنه كما لاحظت أنه أغلبيات يعني الإعلانات أو الشكاية على هذا الموقع تطالب مثلا مئة ألف توقيع مئة ألف توقيع ولاحظت بأنه هناك العديد من الشكاية ضد قطر ضد نانسي بيلوسي ضد شخصيات يعني الأمر يعني ليس من السهل فعلى كل حد عندما يصل ذلك الطلب أو الشكاية إلى ذلك الرقم لأنه هو مطلوب يقوم أناس يشتغلون بالموازات مع البيت الأبيض من أجل دراسة ذلك الطلب أو تلك الشكاية ورفع القرار أو التقرير إلى الدوائر العلية من أجل النظر في ذلك وبعد ذلك يصدر يعني القرار النهائي عن البيت الأبيض ويضع بعض المرات على صفحة البيت الأبيض فالآن هذه الرسالة التي توصلت بها كما قلت صفحتها لكم على الشاشة هي لأناس فائز في القرارة الأمريكية وجهوا رسالة إلى الرئيس الأمريكي دوراند ترامب بمعنى أنه لا يجب منع هؤلاء الناس من الدخول لولايات المتحدة الأمريكية في إطار هذا القرار التنفيذي هذا هو زبدة هذا الموضوع لأنه هناك أناس كان يظنون أنه يتعلق بالموقع الرسمي للبيت الأبيض وأجبت بعض الإخوان على الإنستغرام وأخبرتهم بأنني أتابع موقع البيت الأبيض لأنني عندي في البوك مارك أوكي يعني في الفيفوريت فأرى يعني جديد ما يقوم به البيت الأبيض من الأخبار أو شيئا من هذا القبيل ولو أرى ذلك الخبر أو ذلك المنشور لكن عندما قمت بوضع لاحظت أنه هناك العديد من الناس في العالم يعني يقدمون بشكايات بأشخاص بهيئات بدول على ذلك الموقع لكن أعتذر وأقول بصراحة هذا الخبر الذي توصلت به والخاص بالفائز بالقراءة الأمريكية شخصيا لم ألاحظ على موقع لم ألاحظ على موقع ربما أنني لا أرى بطريقة جيدة أو شيئا من هذا القبيل أو نظري ضعيف أو شيئا من هذا القبيل فعلى كل حال كما قلت سوف تظهر لكم المعلومات هنا أو على الإنستغرام وسوف أضع لكم الروابط أسفل هذا الفيديو فقط أريد أن أوضح شيء بسرعة وهو أن هناك فرق بين بيت الأبيض وبين هذا الموقع هذا الموقع للشكايات حينما تصل إلى عدد كبير من التوقعات يتم درستها وأخذ قرار فيها وبعد ذلك يتم الإعلان عن ذلك القرار في موقع بيت الأبيض لأنه لا يعقد أقولها لا يعقد إخواني أخوتي أنه الأسبوع الماضي يقوم الرئيس الأمريكي بالإمضاء على قرار يمنع فيه المهاجرين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لنلاحظ أنه بعد ثلاثة أيام أو ربعة أيام نفس البيت الأبيض يعني الذي هو يمثل على سلطة في البلاد سوف يقوم بكتابة أو نشر رسالة لأناس يطالبون بفتح أمريكا أمام الفائزين في القرارة الأمريكية فهذا لا يمكن لأن البيت الأبيض يمثل الرئيس لا يمكن للرئيس أن يقول شيء وفي نفس الوقت يكتب شيء مخالف على الموقع الرسمي للبيت الأبيض فهناك فرق هناك موقعين مختلفين لكن ذلك الموقع هو موقع موجود يعني ليس سكام ليس كاذب وليس أي شيء مرجو البحث فيه لأنني بحثت في الصفحة الأولى لم ألاحظ أو لم أشاهد هذا القرار أو هذا الطلب الذي توصلت به كما قلت لم أبحث جيدا صراحة لم أبحث جيدا فحاولت قراءة جميع الشكايات أو الطلبات فلم أرى هذا الخاص بالقرارة الأمريكية في سنة 2020 ربما تكون هناك النظر بيج يعني بيج 2 أو 3 أو شيء من هذا القرارة لكن فقط للتركيز أو للتأكيد أنه هم موقعين مختلفين ليس الموقع الرسمي للبيت الأبيض فعلى كل حال أتمنى أن يصل ذلك يعني الطلب إلى أعلى رقم من التوقيعات وشخصيا بحثت أنا في الإيميل الآن وصلتني الرسالة وسوف أقوم بالإنضاء عليها لأضم صوتي لجميع الناس الذين هم يعني مهتمون ويهمهم هذا الأمر هذا كل ما في الوضع شكرا لكم على انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته